ليس بالضرورة أن تكون زيارة السيد مسعود البرزاني تخص العلاقة ما بين الإقليم والمركز أو ما بين الفرقاء السياسيين لحل إشكالياتهم وخلافاتهم قد تكون هناك أيضا خفايا لم تعلن عن هذه الزيارة وأنا من الأشخاص الذين يميل إلى هذا الرأي يعني الزيارة أكبر من الوضع الخلافي ما بين كسين وصاد والكتلة هذه والسنة والشيعة لا السيد مسعود البرزاني لا يأتي في طل هكذا أجواء ويلتقي مع هذه المجموعة التي تربطه علاقات بهم سابقا إضافة إلى كونه واحد من أعمدة القادة السياسيين في العراق يأتي لحل إشكال كان قد زاره زار بغداد من قبل السيد نشرفان برزاني لأكثر من مرة السيد مسرور برزاني وبالتالي موضوع الخلافات والإشكالات الرسمية أو الخلافات العالقة ما بين الإقليم والمركز لربما تأخذ منحة رسمي من خلال حكومة الإقليم مع الحكومة بالضبط وهذا اللي تحدثنا بيه أستاذ ويل الإشكال لا أعتقد أنا وسيادة النائب شاروان الدوبرداني بس أنا ما ردك تصير مثل زعامات الخط الأول اللي خلصوها يومين علينا بدون أي معلومة وتتحدث جنابك عن خفايا واستهلال عندك ممتاز وتفسير ممتاز لأبعاد الزيارة يا رأي تتقولي واحد من خفايا هاي الزيارة ليس بالسهولة أن نظهر الخفايا أو تظهر الخفايا بهذا الشكل يعني لو كانت الخفايا تظهر مباشرة لمجرد أن يجتمع سين من القادة مع سين صاد مع القادة الآخرين لو وجدنا كل أسرار الحكومات محليا وعربيا وعالميا لو وجدناها على الطاولة لا هناك قضايا لا يمكن أن تباح ولا يمكن أن تظهر بشكل سريع لأنها تحتاج إلى موقف يعني أنا أتصور أنه زيارة سيد مسعود البرزاني إلى بغداد تتعلق بقضايا إقليمية ودولية وضع العراق مستقبلا الأوضاع أين العراق مما سيجري لاحقا كل هذه الأمور تحتاج إلى رأي موحد لذلك شاهدت الاجتماع السيد مسعود البرزاني كان مع النخب الحقيقية المؤثرة في اتلاف إدارة الدولة أما لم يتم الحديث بشكل عميق على الخلافات الداخلية ومن الذي قال أن السيد المالكي زعلان على السيد السوداني وجاية السيد مسعود البرزاني المحترمة هي من عجل حل هذا الخلاف لا أصلا لم يتم الحديث في هذا الموضوع لم يتم التطرق إلى هذه العلاقة التي يعتقد البعض أو يصورها بأنها واصلة إلى درجة من الخلاف لا أصلا الواصلة خذها مني واصلة واصلة إلى درجة من الخلاف والدليل اليوم حذر العبادي أول القافزين من سفينة الإطار التنسيقي حتى السيد محمد الشاع السوداني ممكن أن يكون ثاني القافزين من سفينة الإطار التنسيقي والسيد المالكي يريد ولاية ثالثة لا شوف أولا السيد المالكي حقيقة يعني عندما يعتقد البعض أنه لمجرد أن يلوح بانتخابات رغبته بإجراء انتخابات مبكرة وكأنها كناية عن خلاف ما بينه وبين السوداني أبدا السيد المالكي طرح هذه الفكرة من خلال وجودها وإجراء الفتر السياسية عليها في البرامج الحكومي يطرحها ليش؟ هل ستطرح هنا لا أطرحها طرحها يا أستاذ وائل سياسي لا طرحها لأنه هو لا ما راضي على حكومة السيد محمد الشاع السوداني والله ليش يريد انتخابات مبكرة لا يعني حتى غير الحكومة ولا شنسوا بالانتخابات المبكرة أستاذ وائل ليش تبسطون الأمور يعني ما هي واضحة حتى لغة الجسد إذا تشوف حتى الاجتماعات مو أبسط الأمور اجتماع الأول السيد المالكي مع الرئيس مسعود بارزاني اجتماع الثاني الاجتماع الثالث كان منفرد بين الرئيس مسعود بارزاني وبين السيد المالكي واضح كان هذه دلالة العلاقة القوية المتينة التي تربط الزعيمين السيد المالكي يكون كل الاحترام والتقدير للسيد مسعود البرزاني وكذلك السيد مسعود البرزاني وبينهما اتفاق حقيقة لو لم يكن وجود السيد مسعود البرزاني مع السيد المالكي لما أصبحت اتفاق تحالف إدارة الدولة ولما أصبح أيضا حتى السيد رشيد رئيسا للجمهورية كان هذا الاتفاق مبرم والعلاقة بينهما علاقة قوية متينة أهم شيء فيها العقل الوفاء بالعهود والالتزام بهذه العهود يعني هذان الشخصان يتميزان بهذه الصفة يقبل يقبل لما يقبل ما مسؤول عن هذه الأمر